مرآة مرآة يا مرآة حديث المرآة يا مرآة أحلى حديث المرآة ترجمة نانسي قنقر أحلى حديث المرآة يا مرآة هذه المرآة يا مرآيا أحلى حديث يا مرآيا 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 أحلى حديث يا مرآيا 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 أحلى حديث يا مرآيا اشتركوا في القناة 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 مشان هيك اشتركوا في القناة فرع اشتركوا في القناة 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 انت اشتركوا في القناة امشان امشان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا كل микطل اشتركوا في القناة نعم سأعيد مرة ثانية أول شخص بيوصل لعنا على استيديو من مواليد عشرين ثمانية منقل لها ببيرت تيو ومناوله خمسة وعشرين ألف ليرة هديرة مزيئة من البرنامج نبقى مع الفاصل ومن ثم نعود فابقوا معنا والله المبلغ محرز يا مزوهير يعني خمسة وعشرين ألف ليرة مواليدة منهم ايه نيالي اللي بيطلع المبلغ من نصيبه ايه والله نيالي لا حيجق ويرق ولا على باله لك أبو زهير مو انت و سارة بنت اختي مواليدكم بنفس اليوم اه شبنا انا واخ سارة انا و سارة بنت اختي اي والله مظبوط اليوم عيد ميلاده لسارة لكن ليش انا بعدت الولاد لعندها ايه وشوفيها واذا بعدت الولاد يعني يعني اليوم عيد ميلادك انت كمان يعني انت من مواليد هاد اليوم يعني من مواليد عشرين ثمانية شو هل حكي؟ بربك عم تحكي صدر؟ لك انه واقف يلا يتأكد من الهوية بخرفة التانية يا الله بلاك أمزوهير ياها امزوهير بلاح صحي انا مواليد intervene بلاك عشرين ثمانية ياها امزوهير يا سلام فوري ي Boo يا YOU D وما بلح اي اروح لك يلا بالي مش بلا يهوز ايتها الثانية يلا الله بعضيي اسمه وبعتلك نيوا أنا نصت بما كونسا بتقلي بلاها وبشك عند أبو الضحجة أنا سعيل من عندها الشيطار لك الضغف يلا ايه وزي ما رضي يعيرني بك يلا ناضلي يا وقت فوزي اي دا خلصني معك فوين لي دمي خلصني خلصوه الشيدالب خلصي طيب طلية براية يا حلاية يا حملي ميكا 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 شوالحكي يا وزي هلأ أنت بدك تطلع بالتلفزيون ايه ايه بدي اطلع بقى يجي ببرك ربي اتعيرني هالطقم الزيتي اللي عندك هلأ فهمني بالأول ليش دون يطلعوك بالتلفزيون ليكون برنامج مع العتالي بدي يعمل معك لقاء هلأ برنامج مع العتالي لا حيترك عتالي تلبلد كله يا توي لحاني إلي لك هلأ شو القصة فهمني؟ لك يا أخي القصة وما فيها أنه أول واحد من موليد عشرين ثماني بيوصل على التلفزيون بياخد خمسة وعشرين ألف ليرة لعم وليش ليعطوه خمسة عشرين ألف ليرة؟ شو عمي؟ لك برنامج مسابقاتها تعجل مشان الله أيوه أيوه هلأ فهمت يعني أنت من موليد عشرين ثماني؟ بالظبط ما لك شايفني قديش ملهوج؟ والله نقشت معك يا أبو زهق ولك هلأ خلصني أبو وضاح يستر عرضك الوقت عم تضيع من بين إيدينا بدك تعيري الطعم ولا لأ؟ ولو؟ تكلم عينا بعيرك يا بس لحظة واحدة لشوف موليدي بلك أنا التاني طلعت من موليد عشرين ثماني ساعة أنا أبدأ منك بالطعم شوفهم سرعة وخلصني مشان الله برما يصغل حاضر يا خرب بيتها الحظ العمش وحظي معدتك يعني لولا شوي كنت ربحت خمسة وعشرين ألف ورقة متلي متلك فرد شكل ليه شو موليدك أنت؟ عشرة خمسة يعني فرقت تلت شهور وعشر تيام شايف فعل الحظ؟ بسيطة أبو وضاح خير بغيرة خلصني هلأ بوس إيدك شو قلت مشان الطعم؟ ولا يهمك رح أعيرك الطعم بس لا تنسانا من الحلوان ها؟ لا ولا يهمك وقل لك علي أول ما أقبض جب لك صدر كنافة نابلسية اي تكرم عينا تفضل تيدي تفضلت أب زهير؟ شو رعيك؟ ناحي؟ ايه منتاز يلا روحي بس حاسس كأنه صغير علي شو لا لا ماشي حالو يلا ركود بسرعة يلا 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 رح أركود أب زهير خد تاكسي لا فهيسا لحق حالك هاو بس بالتقليل قولك يا أخي ليش هيك واقف بص الطريق كنت روحتك لو لا لطف الله لأنه شو فاتي على قدة بسيطة بسيطة حصل خير امشي بسرعة لا من أولا لا تشترط علي الله يرضى عليك أنا بمشي إمتى ما بدي ووقف إمتى ما بدي ووين ما بدي قولك أخي ماشي الحال ماشي الحال المهم امشي هلأ خلصني دخيلك ما بحسن بمشي يا أخي ما بحسن بمشي لن اتفق بالأول لا حول ولا قوة إلا بالله على شو بدنا نتفق يا أخي قل لي لوين مشوارك هاتلي شو؟ على التلفزيون تلفزيون؟ إيه؟ عداد ونصف لك هاتلي ماشي الحال ماشي الحال بس اتهوا نخلصني يستر عرضك دخيل عينك أخي الشباب اسرع لك شوي ليش ماشي على بيض؟ داعي بشون منك يا أخ ولا ما بقدر اسرع أكثر من إيك ليش با؟ صح نبت برياش عطلان معي وحيل السيارة مأطوع متل ما لك شايف لا حول ولا قوة إلا بالله يعني من بين كل سيارات التاكسي بالبلاد الله ما جمعني إلا بهالسيارة لمهرتك إيه؟ أمنت فيك يا ربي لا تقول مهرتك إيه؟ الله يرضى عليك حسن أنفازك لأنه السيارة هيا اللي معاجبتك وقعت فيها على راسي بسيط ورجعت وأنا مرويق ومكيب فيها كثير دفعوا لي فيها مباريح أربعمية وخمسين ألف ليرة وما بعد هلا هاي حقها أربعمية وخمسين ألف إيه وين عايش أنت يا حبيبي وين عايش؟ والله سوق السيارات صاروا مثل سوق البورسة تبع نيويورك موسيقى ليش صفيت السيارة على اليمين؟ لنشوف هالأخوين رايح طيب الشمس وايب صبرون جميل وبالله المستعان قل لي وين طريقك الخي؟ رايع على التجارة معلم نحن رايحين على ساحة الأمويين بوصل الأقعى التلفزيون بعدين بوصلك وين ما بدك تكرم طلع لا ما عليش تيسر وصطفة هاي دقني إذا حدا بيوقفلك خليك بهشموس خاطرك خير شو صعب؟ ايه 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 شو يعني؟ يعني ما عادت تمشيك بس ملت بأرضة روح دبر حالك يا أخي بشي سيارة تانية لا حول ولا قوة تقلي طعمي ورا ايه نعم ما بدك تتفعلنا؟ العداد مسجل أربعين ليرة يعني طلع عليك ستين ليرة اسمح لي تفضل أخي تفضل قسما بالله لو ما كنت مستعجب لكن المشكلة اني ماني فاطي اخذ وعطي معك تفضل أخي مهوني مع السلامي سكر الباب السمحات اخذ وظهر تعطيك العفية الله عفية لمش يغيير خطاك الله هي وكيلةك جيدة لأيه إذا جيدة لأيه مسجل معك ونزل ركاب لك أنا كلهم كمراكب لأينا ونعا طريقة لحالي بنزلهم معي خطاي نزل ركابك وهات وراعك ونحقني لك أنا شرفوا نزلوا يا شباب إلى وين بدون نزل؟ حجزونا السيارة سيدي شرفوا يا إله العالمين صبرني على بلواي ولا تفقع لي مرارتي قبل بوقت تخيلك تخيلك يا ربي نزل خلصنا خلو نزل أمه يا عفوك العافي يا أرض أهلين الله يعافي عالتلفزيون لو سمحت بس بسرعة خليلي إياك تلكلها معيناك حضرتك مو موزيع بالتلفزيون؟ اي اي موزيع وعندي طلعة على الهوال عمقول الوش مو غريب علي لك موتر بقدم برنامج مع الكادحي أيوة أيوة أنا بزادو بسرعة يخليلي إياك اسمح لي قللك استاذ إنو هالبرنامج مو كل إد يا عيلاتو أخذني معدت كتير وما حبلت لك يا أبدا ونحنا هيك حاسين مشان هيك رح نغيره كله شو رح تساوي غيره؟ عندي برنامج جديد اسمه مع الشوفيرية اي قبرني ربك اي هذا البرنامج يا بينشاف بس الله يجي بركلات إنساني بشو ما بدي إنساك؟ من المقابلة يعني ساوا معي مقابلة بالتلفزيون أنا شاب عشبه كتير بحكي كتير للساني ما بفموت لحلقية تكرم 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 عينك معمل جهدي يا أصبح لحظة لحظة أنا سجلك رقمي معلش معلش يا أبو الشباب بعدين بتسجلو خلينا نوصل هلا سواني سواني ما رح أخرح ليش وقبتون؟ رح نمشي بس وقود جانا أخذ رقم تليفون الأستاذ معرفته؟ الأستاذ موزيع بالتلفزيون تبع الكادحين موزيع ولا كادح أنا ما دخلني؟ الوافع هون ممنوع عبت عرقه لتسير آت ورقك لك رح نمشي يا روحي رح نمشي أنا اللي وقفت الحاق عليه إذا رح أبدأ لنا هالمرة عميل معروف ما هدا بحكي معاك لو سمحت عطيني ورقك طيب شو عملنا؟ عطيني ورقك ولا تاخد وتعطي معي لا سيدي ما رح أعطيك ورقك انزل من السيارة خلينا نفهم لكان ايه على راسي وانزلت من السيارة على شبنا نفهم؟ انت مخالف تطول بالك شوي؟ فاهمك بس فايا هات لوراق لا إله إلا الله لا حولهم قوة لله لا إني يا أستاذ؟ لك يا أستاذ؟ عاطيني ورائك لك اطول بالك راحت علينا الرجل يا شباك هات لوراق حاضر وين 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 أستاذ؟ لا جوا مش أنا مسابقة أنا مسابقة؟ هلأ من شي ساعة قالوا أنه أول واحد من موليد 28 بيوصل على التلفزيون بيعبد 25 ألفيرا ها فهمت عليك أصدق كرنامج شلف الشلف وخد ألف أيوة هذا هو ايه أهلا وسهلا هم كي الهوية بالله؟ ايه على عيني ورأسي ولو؟ ما شهر جزء؟ هم هم همونت وعايت الهوية؟ بيو راحات الهوية؟ بجعت الهوية؟ لا بس أكيد نسيانه بالبيت يعني ما بيقدير أدخل بالهوية؟ من بلا من دخلك ما في مشكلة بس ما راح تستفيد شي؟ يعني شلون بدك تثبت إنك من موليد 28 وم معك قوية؟ بعدين في ثلاثة فاتوا قابلهم منك وأكيد ما راح تلقى؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة